موسيقى في ثاني جرسات النظر في قضيتها داخل المحكمة البريطانية العليا بلندن فجرت الاميرة هيى بنت الحسين فضيحة من العيار الثقيل في قضيتها المرفوعة ضد زوجها حاكم دبي محمد بن راشد المكتوم الوثائق والأدلة وإفادات الشهود التي قدمتها هيى للمحكمة تثبت أن بن راشد أراد تزويج ابنتها القاصر جليلة من أحد حكام الخليج وهو ذات السبب الذي دعا الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد إلى الهرب سابقا قبل إعادتها قسرا إلى الإمارات أعتقد أن يبيت أحد في شركات المعركة محمد بن راشد سايد المكتوم أراد تزوجتي في الهرب سابقا قبل إعادتها قسرا إلى الحجر زواج بنظر القانون البريطاني جريمة لا يسمح بوقوعها وهو ما يعني أن الأميرة ستربح القضية تبدى بالراشد المفاجأة أن هذا الحاكم لم يكن سوى حمد الخليفة طاغية البحرين البالغ من العمر 69 عاما لكنه لا يتورع من الزواج من بنت عمرها 15 عاما فقط ولولا فرار الأميرة بنت الحسين في شهر يوليو الماضي وطلبها للحماية في بريطانيا لأصبح حمد الخليفة عديلا لابنه نصور المعجزة اللي بتزوج من أحد بنات بن راشد عائلة تذيق الشعب البحراني الأمرين من قمع وفقر وحرمان لكنها في ذات الوقت لا تفكر إلا بملذاتها وإشباع نزواتها وتعطشها للسلطة ترجمة نانسي قنقر